فيلمنا بيبدأ مع واحد اسمه فرانك وهو بيسجل بس مباشر وبيحكي للناس عن قصته وبيفتكر لما كان قاعد في بيته وظهر قدامه عد تنازلي بيشير لنهاية العالم بيبان ان الارض وقتها تكون مليان حروب ومجاعات تلوث بيئي ومشاكل سياسية وكذا فبتقاطع واحد اسمها كيسي وبتطلب منه يكون متفائل شوية وبتترجى يدخل على الجزء الإجابة من القصة قبل ما الناس تفقد الأمل فبيحكي فرانك عن طفولته وتحديدا سنة 1964 في السنة دي قرر فرانك انه يروح معرض نيويورك العالمي وهناك بيدخل للجنة التحكيم اللي بيرقصها شخص اسمه ديفيد وبنعرف ان دي مسبقى للعباقرة بيقدم فرانك الاختراع بتاعه واللي بيكون عبارة عن بدلة نفاس عشان يستخدمها الشخص ويطير بيها لو متأخر على موعيده ولكن للأسف بيكون الاختراع لسه محتاجش وقت تثبيتات وعشان كده ديفيد بيرفضه وبيطلب من فرانك يشتغل على الاختراع أكتر ولو نجح يبقى يرجع به وبيخرج فرانك من المكان هو محبط وفي الوقت ده بتظهر طفل اسمها أثينا وبتفضل تبص لفرانك وبيباني انها معجبة بإسراره فبتخرج وراها دون ما تفاهمه اي حاجة بتطلب منه يمشي وراها وما يخليش حد يشوفه وبعدها بتديله دبوس شكله غريب وبتمشي وبيفضل فرانك ماشي وراها وبيشوفها ويدخلها مع ديفيد ورايح تركب مركب صغير في اللعبة من ألعاب الملاهي الموجودة في المكان فبيتسحب وسط الراس وبيركب المركب اللي وراها ولكن في نص الطريق بيظهر ضوء ليزر وبياخد بصمة الدبوس اللي هو لابسه وفجأة بيتفتح مدخل من تحت الارض وبيتغير مسار فرانك وبعدها بيلاقي نفسه في مكان واسع وبيكون مظلم جدا وبيظهر قدامه قودة مقفولة وبمجرد ما بيدخل بيسمع صوت مسجل بيبلغه انه هيتنقل دلوقتي حالا وفجأة بقفل القودة عليه وبيفضل المكان يتهز وبعدها بيفوق فرانك يلاقي نفسه في عالم شكله غريب وبيظهر قدامه ربطات ضخمة وبيمسك واحد منهم الجهاز اللي مع فرانك بعد ما تكسر في الطريق وفي ثواني معدودة بيقدر يصلحه فهجأة بيوع فرانك من على الجسر اللي هو فيه وبيكون على وشك انه يوع يموت ولكن الجهاز بتاعه بينقزه وبيبدأ يطير بيه لحد ما بيلاقي فرانك نفسه وصل مدينة عملاقة وشكلها متطور جدا وبيشوف اسينة وهي واقفة قدامه ومعها ديفيد اللي بيكون مظلوم ان اسينة نفزت اللي في دماغها وجابته لحد هنا وبعدها بتمسك اسينة ايد فرانك وبتاخده وتفرجه على المدينة وبنعرف ان دي مدينة في المستقبل انهم جمعوا فيها كل العباقرة والعلماء عشان يبنوا لنفسهم عالم خالي من المشاكل وكل ما بيكتشفوا شخص طموح او زاكي بيجيبوا لهنا وبيكمل فرانك كلامه وبيكون عايز يدخل على الجزء المأساوي من القصة لكن كيسي بتوقفه وبتقرر تحكي هي كمان قصتها وبنعرف انها من وقت ما كانت طفلة وهي بتحب النجوم والكواكب والفضاء بشكل عام وبتكبر كيسي وبنشوفها سنة 2015 بعد ما بقت مراهقة في يوم بتتسحب لوحدة من محطات اطلاقه وكلت ناسا وبنعرف ان ايدي والد كيسي بيشتغل مهندس في المكان ده وانهم حاليا بيستعدوا الاخر عملية اليوم وبعدها هيمشوا ايدي من الشغل وبتكون كيسي متضايقة على والدها وعشان كده بتروح كل يوم تبوزنهم جزء من الرفعات اللي بتستخدم هناك عشان يفضلوا دايما في احتياج الولدها وبيباني نقاسينا مرقباها والغريب انها بتكون لسه في نفس السن اللي قابلت بيه فرانك من حوالي 50 سنة وتاني يوم بيعرف ايدي بالمشكلة اللي حصلت وبتكون كيسي فاكرة ان مشاكل والدها تحلت لكن والدها بيقول انها ما تحلتشوا لحاجة وانهم كده كده هيجيبوا معدات جديدة ومش هيحتاجوا في حاجة تدق كيسي وبعدها بتاخد اخوه الصغير نيت وبيروحوا لمدرسة وبالليل بتقرر كيسي تحاول مرة كمان وبتروح عشان تبوز المعدات لكن المرات دي بتقبض عليها وبييتم دفع الكفالة من شخص مجهول وبتروح كيسي تستلم المتعلقات الشخصية اللي كانت معها لما جات هنا وبتستغرب لما بتلاقي معهم دبوس صغير فبتمسكوا عشان ترجعوا للشرطة لكن بمجرد ما بتلمسه وبتشوف نفسها في مكان غريب وكأن العالم حواليها تغير فبتشيل ايدها بسرعة وبترجع تاني لنفس المكان وبتلمس الدبوس أكتر من مرة وكل مرة بيظهر نفس المكان الغريب وبالرغم من انها مش فاهمة حاجة والعارفة ايه ده بتقرر تاخد الدبوس وتروح وبتمسكوا بورا عشان تقدر تاخدوا بدون ما يخدها للعالم ده وبيجي والدها ايدي عشان ياخدها وبيقول انه عمل المستحيل عشان ما تتسجنش فبتتجهل كيسي كل ده وبتطلب منه يلمس الدبوس لكن اللي غريبة ان والدها مش بيشوف اي حاجة من اللي هي شفيته وبيخمن ان بنته تجننت اما كيسي فبتفهم ان الدبوس ده تعمل مخصوص لا هي ان هي بس اللي تقدر تشوف المكان ده وبيقرر والدها ياخد الدبوس عشان يعقبها وبالليل بتتسحب كيس لغرفة والدها وبتسرق الدبوس من هناك وبمجرد ما بتلمسه بتلاقي نفسها راحت لنفس المكان الغريب لكن فجأة بتخبط في حيطة غرفة والدها وبتعرف ان الجسمها لسه هناك وبتكتشف انها موجودة في العالم ده بقى لها بس وان الجسمها لسه في البيت عادي وبتفضل كيسي تتمشى في المكان لحد ما بتقع على سلم بيتها وبتفوق فبتستخبى بسرعة قبل ما والدها ييه ويشوفها وبعدها بتاخد شراب اخوها وبتمسك البيت دبوس وبتخبيه وبتتسحب برا البيت وبتقرر تروح لجنينة واسعة عشان تقدر تستكشف المكان ده براحتها بدون ما تخبط في حاجة وبتروح كيسي لنفس المكان واللي بتعرف انه مدينة في المستقبل تفضل تتمشى في المكان وبتبقى منباهرة بكل حاجة حواليها وبتكتشف انه محدش من الناس اللي معها يقدر يشوفها او يحس بوجودها وبتفضل مشى لحد ما بيظهر على الدبوس اللي معها عد تنازلي وبتعرف كيسي انه قدامها دقيقتين وترجع للعالم بتاعها شوف قدامها مجموعة علماء وبتفضل مشى وراهم لحد ما بيخلص التوقيت وبتفوق كيسي في العالم الحقيقي وبتلاقي نفسها وصلت لبحيرة حد ما بتلاقي محل الألعاب في مدينة قريبة بيدور على اي حد مع دبوس زي ده عشان يشتريه فبقرر كيسي تروح لهناك يمكن تعرف معلومات اكتر عن الدبوس ده وبتطلب من اخوها يجدب على والدهم ويقولوا انها راح ترحل التخيم مع صحابها وعشان يوافق بتقولوا انها لقت مدينة في المستقبل وبتوعدوا انها تاخدوا لهناك في قارب وقت ممكن وتاني يوم الصبح بتروح قسينها تزور كيسي في البيت وبيتخض نت لما بيلايها عارفة اسمه وعارفة كمان بكلام كيسي عن مدينة المستقبل عشان كده بيسخ فيها وبيقولها على مكان كيسي دلوقتي في الوقت ده بتكون كيسي وصلت محل الألعاب ناك بتقابل راجل وسيته وبيكون هم صحاب المحل واللي بيتخضوا لما بيعرفوا ان معها دبوس وبيوافقوا يتكلموا عن المدينة اللي هي شافتها بشارط انها تحكي لهم وصلت للدبوس ده ازاي وبيقول الراجل واللي بيكون اسمه يوجو ان دي مدينة في المستقبل وانهم بيجمعوا العلماء والفنانين وكل الأشخاص المبدعين عشان يبنوا لنفسهم مدينة مثالية بعيدة عن الكره والجشع والسياسية بعيدة عن أي حاجة ممكن تعمل مشاكل بين الناس وبيجي وقت ان كيسي تقولهم جابت الفلوس ده منين لكنها بترفض وبتكون عايز تيمشي فجأة بيقفلوا كل ما داخل المحل وبيطلعوا أسلحاتهم اللي بيكون شكلها غريب وعشان يثبتوا انها أسلحة حقيقية بيدربوا طلقة وبتخرم السقف فبتقول كيسي انها لقيت الدبوس ده بالصدفة واستحاجتها لكنهم مش بيصدقوها وبيبدأ الاتنين يطردوها لحد ما بتتريمي عليهم قنبلة شكلها غريب وفجأة بتوحيد بالزوجين أشعة غريبة وبتوصل أسينة وبتقول ان هي اللي عملت كده وان دي كانت قنبلة زمنية مهمتها توقف الوقت عندهم عشان هما يهربوا لكن المشكلة ان ايد كيسي بتكون معهم في نفس الأشعة وبتتجمدها كمان فبيضطروا يستنوا لحد ما مفعول القنبلة يروح وبعدها بيفوق الزوجين لكن أسينة بتقدر انها تضربهم وبتتصدم كيسي لما بتشوف منظر أسينة بعد ما قتلت الزوجين لكن المفاجأ انهم مش بيطلعوا أشخاص عادية وبنكتشف انهم روبوتات وبعدها بتقول أسينة ان نظام بتاعهم هيتعطل وهيفجروا المكان وعشان كده بتاخد كيسي من ايدها عشان يهربوا وبيسرقوا عربية من قدام المحل وبيجروا في الطريق بتحاول كيسي تفهم اللي بيحصل وبتطلب من أسينة تعرفها بنفسها فبتقول أسينة ان هي لديتها الدبوس وفجأة بيحصل خلل في نظام أسينة وبنكتشف ان هي كمان روبوت فبتخاف كيسي لحسن تحاول هي كمان تقتيلها وعشان كده بتفتح العربية وبتهرب وبتنزل أسينة عشان تلحقها لكن فجأة بتخبطها عربية وبينزل صحب العربية عشان يتطمن على أسينة فبتستغلي كيسي لفرصة وبتسرق عربيته وبتهرب وفجأة بتفوق أسينة بدون ما يحصلها اي حاجة بتجري بسرعة جنونية لحد ما بتلحق كيسي وبتنط تقعد جنبها في العربية وبتسرق مفتاح العربية عشان تجبر كيسي انها توقف وبتبدأ أسينة انها تتكلم وبتقول انهم في مدينة المستقبل بنوا قلة خطيرة جدا ومن وقتها كل حاجة تغيرت وبتكمل أسينة كلامها وبتقول انها استخدمت كل الدبابيس اللي معها عشان تحاول تجند ناس يساعدوهم وان ده كان اخر دبوس معيها وعشان كده بتترجى كيسي تنفس كلامها وده لانها عرفت عنها حاجات كتير ومتفألة انها ممكن تعرف تسعيدهم فبتطر كيسي تسمع كلامها في الطريق بتوقف كيسي عن التليفون في الشارع وبتسيب لولدها رسالة بتقول فيها انها كدبت عليها وانها اكتشفت حاجات غريبة وبتوعدوا انها مش هتتأخر وانها هتحكي له كل حاجة بمجرد ما ترجع وبتروح تكمل سواقة وبتقول أسينة انهم حالين محتاجين يرجعوا لمدينة المستقبل وما فيش غير شخص واحد اسم فرانك هو اللي هيقدر يساعدهم وبعدها بشوية بتقرر كيس انها تنام وبتسيب أسينة هي لتسوق في الوقت ده بتوصل الشرطة على محل الألعاب عشان يحققوا في اللي حصل لكن في نفس الوقت بتوصل هوات شكلها غريب وبيعرف ديف رئيسهم من الشرطة لقيت راسل الروبط وبتحاول تفهم اللي بيحصل فبيطلع ديف سلاح شكله غريب وبمجرد ما بيدرب على الشرطة بيختفوا من أماكنهم وكأنهم اتبخروا وبعدها بيقمر ديف رجالت انهم يتصلوا برئيسهم ديف ويبلغون انهم لو أسينة خلاص وبتفوق كيسي على أسينة وهي بترميها من العربية وبتمشي وبتكتشف انها سابتها قدام بيت فرانك فبتنط كيسي من عصور وبتدخل عشان تقابله وبتتراب لما بتشوف قدامها كلب مفترس لكن بتكتشف انه مجرد صورة سلاسية الأبعاد تفهم ان فرانك حطه هنا عشان يخوف الناس وبعدها بتروح تخبط على الباب وبمجرد ما بيشوف فرانك الدبوس اللي معها من الكاميرا ويدوس على زر معين وبيرميها بعيد وبعدها بيخرج عشان يقابلها وبتقول كيسي ان أسينة هي اللي جابتها هنا وانها عايزة تروح مدينة المستقبل فبيتعصب عليها فرانك وبيقول ان المكان ده انتهى خلاص وبعدها بيدخل البيت وبيقفل على نفسه وبتفضل كيسي وقفة قدام البيت ورفضة انها تمشي لحد ما بتجيلها فكرة قرر ولا عن نهار في الجرار اللي عنده في الجنين عشان يضطر يخرج وبمجرد ما بيخرج فرانك عشان يطفيه بتدخل هي البيت وبتقفل على نفسها وبتفضل تتفرج على بيته وبتكون منبهرة بكمية الاختراعات الغريبة اللي موجودة فيه وبتشوف جهاز تسجيل عليه فيديو لفرانك وطفل لما كان قاعد مع اسينا في مدينة المستقبل وبكمل كيس استكشاف البيت لحد ما بتلاقي قوضة غريبة مليانة اجهزة بترقب العالم كله وكمان بيكون موجود جنبهم عد تنازلي لكن مش بنعرف ايه ده وفجأة بيقدر فرانك انه يدخل البيت عن طريق ما تخل سري كان عامله احتياطي وبترفو الكيس انها تمشي قبل ما يحكي لها عن نفسه فبيقول فرانك انه كان عايش في مدينة المستقبل ومن فترة اخترع قلة تقدر تشوف المستقبل على كوكب الارد ولكن القلة دي وارتلهم حاجات غريبة لدرجة انهم طردوا فرانك من المدينة دي واسناء ما هم بيتكلموا بيعرفوا من الكاميرات ان ديف ورجال توصلوا لعندهم وبيقول ديف انهم جايين يخلصوا عليه لانه كسر الاتفاق اللي ما بينهم وبنعرف انهم وفقوا يسيبوا فرانك عايش بشرط انه ينسى اي حاجة تعلق بالمدينة دي وبيكونوا جايين يقتلوه عشان خب كسف بيته بعد اللي عملته هي واثينا فبيقفل فرانك كل المداخل ومع ذلك بيقدر ديفه رجالته يقتحمه البيت وبيكون فرانك مجهز نفسه وبيبقى حاطة فخه في كل مكان عشان لو حد قدر يوصله عن طريق الفخاخ دي بيقدر يقضي عليهم كلهم وبعدها بياخد كسي للبيانو وهناك بيدوس على الظرار فبيتحول البيانو لساروخ وبيرموهم في محيرة جنب البيت وبتوصل اسينا لعندهم وبتاخدهم معها في العربية في الطريق بيواجه فرانك كلامه الاثينا وبيسألها جابة الدبوس دا منين مع ان الدبابيس كلها تدمرت فبترد عليه اثينا وبتقول انها سرقت شوية وده كان اخر واحد معيها وبيظهر ان فرانك مش قادر يسمحها وده الانع اللقيته بيها لما كان طفل ورفضت تقوله انها اصلا روبوت ويحذر كسي منها وبيقول انها بتقدر تخدع اي حد فبتدق اثينا من كلامه ولكن مش بترد عليه وبيكون فرانك فقد الامل ان المشكلة اللي حصلت في مدينة المستقبل ممكن تتحل لكن اثينا بتكون متفقلة وبتقول ان كيسي بنت مميزة وانه زي ما اخترته الزمان وعرفت انه مميز اخترت كيسي دلوقتي وعرفت انها مميزة وبياخدهم فرانك على كابسولة زمنية صنعة وسبعة في مكان معين وبيقول ان الكابسولة دي هتنقلهم لمكان مختلف على كوكب الارض وبيلبسوا كيسي اجراءات السلامة لان دي اول مرة ليها في خلال دائق معدودة بيوصلوا للمكان غريب وبتفتح كيسي يعنيها وبتكتشف انهم في بورج ايفل في باريس وبيضربوا موظف الامن عشان يقدروا يدخلوا جوال بورج وبيبدأ فرانك يحكي لكيسي قصة البرج ده وبيشاور على تمثيل 4 من اشهر العلماء وبيقول ان دول اللي بدقوا مشروع مدينة المستقبل وبيقول كمان ان ده مش مجرد بورج وخلاص وانهم من خلاله وبيقدروا يسافروا لمدينة المستقبل بطرية غريبة ناس قليلة بس اللي تعرفها وبيشغل فرانك جهاز معين وفجأة بيتقسم بورج ايفل لجزئين وبيظهر من رسطهم صاروخ فضائي وبيلاحظ التلاتة ان يفير روبوتات تانيين ووصلوا عشان يقتلوهم فبيركبوا الصاروخ وبيتحركوا بسرعة وبيسافر بهم الصاروخ لبعد مختلف وبيروح لمدينة المستقبل واخيرا بتوصل كيسي للمكان اللي بقالها كتير بتشوفوا اسناء ما هي منبهرة بالمكان بتوصل شرطة المدينة بقيادة ديفيد عشان يحققوا معيهم وبيكون عايز يقبض على فرانك واثينة بتهم تختراق النظام لكنهم بيهدوا بيقولوا ان كيسي ممكن تحل المشكلة وبالرغم من ان كيسي بتكون مش فهم حاجة لكنها بتمش معهم وخلاص وبياخدها الأربعة للألة لاختراع فرانك ولي بيكون عندها القدرة توريك الماضي او المستقبل على كوكب الارض بكل تفاصيل وكأنك عايش معيهم وبيستغرب ديفيد ان كيسي قدرت تفهم الجهاز بسرعة وبيكون منبهر بيها وبتصدق كيسي كلامهم لما بترجع بالزمن 3 يام وبتشوف نفسها يقعدة مع أوليدها ولكن لما بتقرر تشوف المستقبل بتعرف ان فيه كوارث كتير هتحصل للفترة الجاية وان العالم هينتهي في خلال 58 يوم وبكون كيسي مصدومة من اللي قارفته وبتسألهم ليه ما حذروش الناس فبيرد عليها ديفيد بمنتهى البرود وبيقول ان كوكب الارض هو اللي هيتضمر ولكن المدينة بتاعته هضفضل سليمة فبتعرض عليه جيب الناس يعيشوا هنا لكنه بيرفض بحاجة ان المكان ده لو اتمالى بالسياسية والكره والجشع في وقت قليل هيكون شبه كوكب الارض وهيتضمر وكمان فتقول كيسي انها مش هتسمح ان ده يحصل ابدا وفجأة بتتحول صورة العلم من ضمار وخراب لشجر وورد ولكن بيرجع تاني بسرعة لصورة الضمار وبيكون فرانك بدأ يرجع له الامل وبيحاول يقنع ديفيد انهم يعملوا محاولة في كيسي وهي قاعدة حزينة فبيروح يتكلم معيها وبتكون كيسي حزينة على اللي بيحصل ومستعدة تعمل اي حاجة عشان توقفه واثناء ما هي بتتكلم معهم بتلاحظ حاجة غريبة وبتسأل فرانك ازاي كان قادر يرائب الالة بتاعته هو في بيته على الارض فبيقول انه الالة بتنشر طاقة حواليها وانه بيصبط تردد معين وبيقدر يرائب كل حاجة من تحت فبتستنت الكيس ان الالة دي بتقدر توريك مجرد احتمال واحد من الاحتمالات اللي ممكن تحصل في المستقبل وبعدها بتبع الطاقة حواليها مناسبة للاحتمال ده سواء كانت اجابية او سلبية والطاقة دي بتنتشر في المكان وبتقنعك ان ده اللي هيحصل فعلا عشان تستسلم للواقع وده معنان الالة بتتحكم فيه طرية غير مباشرة وحاليا الالة دي بتبع الطاقة سلبية للارض تقنع الناس بطرية غير مباشرة يستسلم للامر الواقع وبيروحوا يقولوا لديفيد عن اللي يرفوه وبتقول كيس ان الجهاز ده لازم يوقف عشان يبطل يبعد طاقة سلبية للناس ويقنعهم بالاستسلام ولكن ديفيد بيرد عليها وبيقول ان ما فيش طريقة ممكن توقفه وبيكتشفوا ان ديفيد هو اللي بيعمل كده وان هو اللي عايز العالم ينتهي على كوكب الارض والغريبة ان ديفيد بيأكد على كلامهم وبيقول انه حاول كتير يغير مصير كوكب الارض ويقنع الحكومات يفكروا في المستقبل لكن فشل وعشان كده قرر ينهي العالم هناك عشان يكون المستقبل لهم هما وبس وبيقول ان البناء قدمين على كوكب الارض كائنات هزمية وان بالرغم من كل المخاطر اللي بتهدد كوكبهم مش بيحاولوا يعملوا حاجة وقاعدين كأنهم مستنين الموت وعشان كده هو قرر يموتهم فعلا ويرحمهم من الانتظار فبيمثل فرانك انه اقتنع بكلامه وانه راح يودعه قبل ما يرجع كوكب الارض ولكنه بيمسك ايد ديفيد وبيدوس على زرار معين في القلة اللي في ايده واللي بتكون هي نفسها جهاز التحكم بتاع القلة بتاعته وفي الوقت ده بيشتغل اتنين من الروبوتات ديفيد وبيتاردوا كيسي واثينا عشان يقتلوهم وبيطلب فرانك من اثينا تستخدم القنبلة اللي اديها لها من شوية لكن اثينا بتكون مشغولة مع الروبوتات فبتدي القنبلة لكيسي وفي الوقت اللي بتطلع فيه كيسي فوق القلة وبتحاول تشغل القنبلة بتقدر اثينا تسيطر على الروبوت منهم وبتدرب التاني وبترميه خارج البوابة وبيتحبس ديفيد وفرانك خارج البوابة لحد ما بتنجح اثينا انها تفتح البوابة من تاني وبيرمو القنبلة بعيدة قبل ما تقع وتدمرهم تقع البوابة على ديفيد وبيتصف رجله فجأة بتشوف اثينا المستقبل وبتعرف ان ديفيد بعد الثواني معدودة هيمسك المسدس بتاعه ويقتل فرانك فبتفوق بسرعة وبتجري عشان تنقزه وبتصب اثينا بالطلقة وبيبدأ النظام اللي بيشغلها انه يتعطل فبتجري كيسي تاخد المسدس من ايد ديفيد وبعدها بتروح تتطمن على اثينا وبيكون فرانك عايز ياخدها لغرفة الاصلاح لكن اثينا بتقوله انه مفيش واق وبتبدأ تتكلم بسرعة عشان تقول اللي هي عزاء قبل ما النظام يتعطل وبتقول ان بالرغم من انها روبوت لكن كان عندها مشاعر من ناحيته انها ما كانتش عايزة تقوله عشان ما تشوشرش عليه ويركز في مستقبله فبيتأثر فرانك وكيسي بكلامها وبتقول اثينا ان جسمها يصمم على التدمير الذاتي وانها خلال ثواني هتنفجر تطلب منه يرميها على الاهل عشان يفجروها فبينافس فرانك كلامها وبتنفجر الاهل فعلا وبكده يكونوا خلصوا من الخطر بتاعها للأبد وبيقع جزء من الحطم بتاعها لديفيد وبيقتله وبعدها بيقعد فرانك وكيسي يتكلموا وبيقرروا نوم يتحدوا عشان يعمروا مدينة المستقبل من تاني بعد ما نجحوا في انقاذ كوكب الارض واول حاجة بتعملها كيسي هي انها بتخليها اخدها البابة زمنية عشان ترجع كوكب الارض وتشوف اهلها وبتحكي كيسي لولدها واخوها الصغير كل اللي حصل وبتقرر تاخدهم معا المدينة المستقبل في خلال سنة بيقدر كيسي وفرانك يعمروا المدينة وبيصنعوا رابوتات كتير عشان تقوم بواجب اثينا وبيوزعوا لكل واحد منهم مجموعة دبابيس عشان ينزل كوكب الارض ويختار الناس المبدعة ويجيبها هنا وبنعرف ان كلام كيسي طلع صح منهم بمجرد ما دمروا القلة بتاعت فرانك الخطر اللي بيحيد بكوكب الارض راح خلاص وحالينا عد اكتر من سنة على الوقت اللي كان هيتدمر فيه كوكب الارض بدون ما يحصل اي حاجة وحشة الفيديو ده كتابته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام